حزب الخضر يحذر من التدعاية الخطيرة في حال فوز حزب الحرية غرامة بماليين اليوروهات تفرض على شركة نفايات بسبب الاحتيال المتعدد خبراء الاقتصاد يحذرون رفاهية سكان النمسا في خطر 22 ألف استشارة نسائية في فيننا خلال خمس سنوات أغلبها حول الطلاق حزب الخضر يدعو إلى تشريع صارم لموجهة زادادة الجائرة في الإجارات وأخيراً اعتقال أمريكية في مطار فيننا بعد الضبط 35 كيلو جراماً من الحشيش مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم حذر حزب الخضر من التدعاية الخطيرة إذا فاز حزب الحرية اف ب او بالانتخابات المقبلة في النمسا وأشارت وزيرة العدلة ألما زادتش إلى أن سيطرة حزب الحرية على السلطة قد تؤدي إلى تنفيذ أجندة مشابهة للنموذج المجري بقيادة فيكتور أوربان بما يشمل تسييس القضاء وتدمير الإعلام المستقل كما حذر نائب المستشار فيانا كوجلا من الهجوم على المسلسات الديمقراطية بالإضافة إلى مواقف الحزب القريبة من روسيا ودعمه لفكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن وصوله إلى السلطة سيشكل تهديدا اقتصاديا مستشهدا بوضع المجر فرضت حياة المنافسة الفيدرالية غرامة تزيد عن 7 مليون يورو على شركة تزاوب مخا لدورها في ترتيبات غير قانونية تتعلق بتثبيت الأسعار وتقسيم الأسواق في إطار قطية كارتل النفيات في النمسا وتم تخفيض الغرامة نظرا لتعاون الشركة الكامل ومنحها وضع الشاهد الرئيسي وكانت التحقيقات قد بدأت بعد مداهمات واسعة النطاق في عام 2021 كشفت عن حوالي 80 حالة منفصلة شاركت فيها الشركة بين عامي 2022 و2021 ومن المتوقع فرض غرامات إضافية لاحقا هذا العام على شركات أخرى متورطة في القضية وذلك وفقا لتصريحات الهيئة قال مدير معحدة الأبحاث الاقتصادية فيفو جابرييل فيلبامايا أن الاقتصاد النمساوي يواجه تحديات كبيرة مع تراجع الانتاجية وارتفاع معدلات البطالة في كطعات الصناعة والبناء وأضاف فيلبامايا أنه رغم التراجع الطفيف في التضخم فإنه لا يزال مرتفعا عند 3.6% لعام 2024 مقنطا بـ 2.4% في ألمانيا ومنذ 2019 ارتفعت الكوى الشرائية في النمسا بنسبة 21.6% لكنها لا تزال أقل من المتوسط الأوروبي موضحا أن الركود يرجع لعوامل خارجية مثل أزمة كورونا وإضطرابات سلاسل التوريد وأكد أن النمو لا يأتي دون تكلفة مشيرا الأهمية التركيز على الانتاجية والتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية قدمت مدينة تافينة حوالي 22 ألف استشارة وفقا لتقرير المركز الاستشاري للمرأة وكانت 44% منها حول الانفصال والطلاق و18% تناولت الصحة النفسية بينما تناولت 13% الأزمات المالية والنفقة وتدير مدينة تافينة منذ خمس سنوات مركزا للدعم النساء في ظروف حياتية صعبة وأشهدت نائبة العمدة كاترين جال بأهمية هذا المركز في دعم النساء حيث شهد المركز زيادة بنسبة 27% في الاستشارات مقارنة بالعام السابق مع تقديم حوالي 537 استشارة شهريا كما تم التعامل مع 9% من الحالات المتعلقة بتجارب العنف وتعاون المركز مع مؤسسات أخرى للدعم المتضررات دعا حزب الخضر إلى تشريع صارم للحد من الزيادات الجائرة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الإجارات في النمساء وطالبت النائبة نينا توماسيلي بفرض عقوبات تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين معتبرة أن الملاك يستغلون المستأجرين لرفع الأسعار بالشكل المبالغ فيه ويقترح القانون اعتبار الزيادة جائرة إذا تجاوزت 25% عن متوسط الأسعار في المنطقة مع إصدار جدول الإجارات لزيادة الشفافية كما يشمل المقترح تسهيل استرداد المستأجرين للفروقات غير المشروعة وتعزيز لجان التسوية ضبطت سلطات في مطار فيينا يوم الأحد 35 كيلو جراما من نبات القنبة المخدر داخل حقيبتين كبيرتين حيث أصفرت التحقيقات عن اعتقال امرأة أمريكية تبلغ من العمر الثلاثة وعشرين عاما كانت متوجهة إلى برشلونة وأعلن هذا الشرطة في النمسا السفلة أن المتهمة اعترفت بالجرم وتم نقلها إلى سجن كورنبورغ وقد تم اكتشاف المخدرات خلال عملية تفتيش مركزة للأمتع العابرة حيث كانت المرأة في طريقها من بانكوك عبر النمسا إلى إسبانيا كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة